كابتن علاء ألف مبروك أعتقد برغم من الحالة زي ما لكابتن شريف يعني نادي القلمة كانش في أفضل مستوياته ولكن فوز دي اعتبر مستحق الفوز مستحق لأن على على مستواك الشازو السيء المتعاضع ده انت احسن من فريق تاني برضو انت خيالنا بقول لك في بداية الاستوديو انت بتلعب فريق اضعف منك على كل مستواك حتى مستواك مش متوسط انت تحسن برضو وانت اخطر وانت شكلك احسن لكن تقول مستحق ما فيهوش اي مشكلة خالص هي بس انا عايز اقول ان كويس الاخطاء النهاردة اللي حصلت في مرات النهاردة دي حصلت النهاردة يعني فيما تشت كده بتحث يعني تكسبها باخطائك يعني اخطائك كتير جدا نهاردة بس في الاخر الحمد لله مكسب وتأهلت فدي بحد ذاتها كويسة في الصفحة دي خالص صحيح وتبدأ تساعد المرات الدوري المرات الاهم بعد كده طوع ما عميه في القرع ايمن مش فرقة مش فرقة انا خلاص انا الحمد لله عديت المرحلة دي ما بقف في القرع انت اكيد هتفي خلاص القرع بقيت برخوا لهو خوية انت هتصدم بالكبار بكري انت بس احيانا وانت العيد حتى كنت بتقعد تبص على الفرق كلها فتقول ايه يعني انا لو لعبت الترجي حيب افضل من الرجاء لو لعبت اللي ترجي حيب افضل من الرجاء لو انا هعمل حساب لفرقة فكل فرقة الانا منك لا ايه مش مش تعملك حساب بس ايمن الانا منك لان ايه عارف النادي الاهلي لما بيوصل للدوري المجموعات كده ويبدأ بقى يلعب الدوري تاني كده خلاص ما عندوش مشكلة ان شاء الله يوصل ويفوز بالبطولة فهم الالا عندهم هم المشكلة الوقت في كل الفرق اصلا فاصل حاجة لا 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 المشكلة في كل الفرق ان بقولك يا رب معم على النادي الاهلي مش انت خالص انت وصلت الحمد لله وبمكسب كمان ولا بتعادر ولا حاجة شكا لازم دور على مكسب وكسبت النهاردة باداء متواضع بس كسبت وتأهلت ومستني اللي يجيلك يعني انت مش على الامن حد وبالوقت الناس كلها قلقها الوقت من النادي الاهلي شوما عندهم حاجات كمان اي من يقولك ايه الاهلي لما بيتقاهل تاني المجموعة بياخدوا البطولة تفاهم مع مين مش مشكلة فهو القلق كل الوقت الفرقة التانية انها مش عايز اعجب مع النادي الاهلي حاليا يعني اقولك انا قابل النادي الاهلي ان شاء الله يا رب في النهائي يبقى النهائي وكده لكن الوقت بتبقى مشكلة عبروك تأهل الحمد لله مصطحك الحمد لله رب الان